موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة أحذر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحابنا لأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وراتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما كنتم فاليوم ننساكم كما نسيتم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون قال ابن جليل رحمه الله بعد أن ذكر القول الأول في قوله عز وجل فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أن هذا من قول الله لأهل النار توبيخا على ما كان من قيلهم في الدنيا لأهل الأعراف عند إدخاله أصحاب الأعراف الجنة قال عن الضحاك قال إن الله أدخلهم بعد أصحاب الجنة وهو قوله أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يعني أصحاب الأعراف وهذا قول ابن عباس قال أبو جعفر فتأويل الكلام على هذا التأويل الذي ذكرنا عن ابن عباس ومن ذكرنا قوله فيه قال الله لأهل التكبر عن الإقرار بوحدانية الله والإذعان لطاعته وطاعة رسله الجامعين في الدنيا الأموال مكاثرة ورياء قال لأهل التكبر الجامعين في الدنيا الأموال مكاثرة ورياء أيها الجبابرة كانوا في الدنيا هؤلاء الضعفاء الذين كنتم في الدنيا أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قال قد غفرت لهم ورحمتهم بفضلي ورحمتي ادخلوا يا أصحاب الأعراف الجنة لا خوف عليكم بعدها من عقوبة تعاقبون بها تعاقبون بها على ما سلف منكم في الدنيا من الآثام والإجرام ولا أنتم تحزنون على شيء فاتكم في دنياكم وقال أبو مجلس بل هذا القول خبر من الله عن قيل الملائكة لأهل النار بعدما دخلوا النار تعييرا منهم لهم على ما كانوا يقولون في الدنيا للمؤمنين الذين أدخلهم الله يوم القيامة جنته وأما قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فخبر من الله عن أمره أهل الجنة بدخولها وكان أبو مجلس بقول إن قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوهم الله برحمة أن هذا من كلام أصحاب الأعراف وهو عند أبو مجلس أنهم ملائكة وقد ذكرنا ضعف هذا القول لكن هو يجعل كلام أصحاب الأعراف أنهم يقولون للمتكبرين هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوهم الله برحمة كنتم تقولون عن الضعفاء من أهل في أهل الدنيا الذين أمصروا إلى الجنة لا أقسمتم لا ينالوهم الله برحمة قد قال الله لهم ادخلوا الجنة يعني أرأيتم مصيرهم وهذا كما ذكرنا أمس أن هذا هو ظاهر الآية الكريمة أعني ليس أن الملائكة تقول أن هذا تتمت كلام أصحاب الأعراف أن أصحاب الأعراف يقولون لأهل النار من المتكبرين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوهم الله برحمة من ضعفاء المؤمنين قد قال الله لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تهزنون عن أبي من الرز قال نادة الملائكة رجالا في النار يعرفونهم بسماهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوهم الله برحمة قال فهذا حين يدخل أهل الجنة الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تهزنون أقل ابن كثير رحمه الله قال عليه بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوهم الله برحمة يعني أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لأنتم تهزنون عن ابن عباس قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الآية قال فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تهزنون وذكر الأثر الطويل عن حذيفة في الشفاعة الذي سبق قراته وقوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين اللهم إننا نعوذ بك من النار قال أبو جعفر بن جرير هذا خبر من الله تعالى ذكره عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة عند نزول عظيم البلاء بهم من شدة العطش والجوع عقوبة من الله لهم على ما سلف منهم في الدنيا من ترك طاعة الله وأداء ما كان فرض عليهم فيها في أموالهم من حقوق المساكين من الزكاة والصدقة التخصيص بذلك فيه نظر أصحاب النار دخلوا النار بكفرهم ونسيانهم أوامر الله فاليوم ننساهم كما نسوا رقاء يومهم هذا وتخصيص أنهم لم يطيعوا الله في الزكاة والصدقة في حقوق المساكين هذا جزء من سبب دخولهم النار مع كفرهم قال يقول تعالى ذكره ونادى أصحاب النار بعد ما دخلوها أصحاب الجنة بعد ما سكنوها أن يا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أي أطعمون مما رزقكم الله من طعم عن السدي أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال من الطعم قال ابن زيد أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أو مما رزقكم الله قال يستطعمونهم ويستسقونهم اللهم إن نسألك الأفئة اللهم إن نعوذ بك من النار فأجابهم أهل الجنة إن الله حرم الماء والطعام على الذين جحدوا توحيده وكذبوا في الدنيا رسلها حتى الماء حرام على الكفار نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار والهاء والميم في قوله إن الله حرمهما عائدة على الماء وعلى ماء التي في قوله أو مما رزقكم الله يعني الماء والطعام الذي كان رزقا للمؤمنين رزقهم الله إياه في الجنة عن ابن عباس ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال ينادي الرجل أخاه أو أباه فيقول قد احترقت أفض علي من الماء فيقال لهم أجيبوهم أعوذ بالله فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين عن سيد بن جبير ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال ينادي الرجل أخاه يا أخي قد احترقت فأغثني فيقول إن الله حرمهما على الكافرين قال ابن زيد في قوله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قال طعام أهل الجنة وشرابها الذين اتخذوا دينهم هزوا ولا عبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون قال أبو جعفر هذا خبر من الله عن قيل أهل الجنة للكافرين يقول تعالى ذكره فأجاب أهل الجنة أهل النار إن الله حرماهما على الكافرين الذين كفروا بالله ورسله الذين اتخذوا دينهم الذي أمرهم الله به لهوا ولا عبا يقول سخرية ولا عبا عن ابن عباس الذين اتخذوا دينهم لهوا ولا عبا الآية قال وذلك أنهم كانوا كانوا إذا كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزأوا به اغترارا بالله وغرتهم الحياة الدنيا يقول وخدعهم عاجل ما هم فيه من العيش والخفض والخفض يودعه الخفض يعني لين العيش ليس الصعب السهل يعني أن المكان السهل يبقى اسم منخفض فأصبح السهل يساوي الخفض يقول وخدعهم عاجل عاجل ما هم فيه من العيش والخفض أي والسهول والدعا والدعا يعني كأنه ليس عليه أن يؤدي واجبات قال عن الأخذ بنصيبهم من الآخرة حتى أتتهم المنية يقول الله جل ثناء فاليوم ننساهم كما نسرق يومهم هذا أي ففي هذا اليوم يوم القيامة ننساهم يقول نتركهم في العذاب المبين جياعا عطاشا بغير طعام ولا شراب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ورفضوا الاستعداد له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله وقد بينا معنى قوليه ننساهم بشواهده فيما مضى يعني نتركهم عن مجاهد فاليوم ننساهم قال نسوا في العذاب نعوذ بالله عن مجاهد فاليوم ننساهم قال نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا عن مجاهد قال ننساهم نتركهم في النار عن ابن عباس فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا قال نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا عن ابن عباس فاليوم ننساهم كما كما نسوا لقاء يومهم هذا يقول نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر يعني تركهم في الشر و نسيهم الله من الخير يعني تركهم تركهم بلا خير ولم يتركهم من الشر عن مجاهد فاليوم ننساهم قال نؤخرهم في النار وما كانوا بآياتنا يجهدون ما معطوف على ما التي في قوله كما نسوا وما كانوا وما كانوا بآياتنا يجهدون قال أبو جعفر وتأويل الكلام فلا يوم نتركهم في العذاب كما تركوا العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة وكما كانوا بآيات الله يجهدون وهي حدجه التي احتج بها عليهم الأنبياء والرسل والكتب وغير ذلك وما كانوا بآياتنا يجهدون يكذبون ولا يصدقون بشيء من ذلك نعوذ بالله من النار وحال أهل النار أقول قولي هذا وأستغفر الله علي ولكم